السلام عليكم مرحبا بكم نورتو نورتو قناة يا قزاس نينا قولكم أهلا وسهلا بكم يا أربعة وأجمل فراشات في هذا الدنيا قبل ما نبدأ لحكاية تعنا ما تنسوش الصلاة والسلام على خير المسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ لحكاية تعنا الحكاية تعليم تخص المراهقة والأربعيني فوزي وإلهام يعني قبصة بالزهر شابة وفيها عبرة إن شاء الله تتبعوها من الأول الأخير وأكيد رح تستفادوا منها تقول لحكاية أنا تزوج زواج تقديدي أديت واحد عمره وربعين سنة عنده زوج ولاة طفل عمرها 15 سنة وأطفل عمره وربع سنين نبدأ لكم من الأول كيف هتزوجت به والسبب أنا اسمي إلهام عمره 22 سنة عندي ثلاثة أخاوتي ذراري أنا صغيرة يعني كنت نقرة في الجامعة حالتنا كانت متوسطة مهم ما عدناش وما يخصناش كما يقولوا المهم عندي أخوية صغير خدم عنده واحد اللي هو راجلي حاليا أول مرة شفتو كياجل دارنا الخوية لقيتهم قاريت والباب دارنا شفتو حتى أول شي في معايا ودخلتنا عند ماما مش شوك يا جامي شفت شكيلات هذو عندنا قلت لها هذو شكون قتل اللي يخدم عنده أخوك بقيت حيرة وملفن شفتها ربعين سنة مي هذا أخير من أخوية ما لقيري أخوية صغيرة عليه مي مي بانش قدام هذا الزين كامل والحطة والطول وزيدهم الطومة وبيل من الفوق هذي الشي والهيبة كامل هذي كي زدت فيها منص قلت في قلبي أخوية وينطح عليه هذا ولا غير من خاوتي قلت لماما أهله قتلي هذا كل من حطة يا بنتي والدلال والدراهم مهم بعد شهرين كنت مروحة من الجامعة وكنت نمشي في طريق طالعة للدار شفتوا كيف هذي مارا كان مقاري كي شافني حب سكا عندي عرفني حتى أنا عرفته قل لي السلام عليكم بنتي خك رياض وينو من قبله وانا نصوني لوم خرج قلت له والله ما على بالي عيط له في التليفون قل لي راح مغلوق قلت له من عرف قل لي معليش وهو راح وانا رحت كي وصلت للدار رحت لماما قلت له السيد اللي خدام عنده وخويا كان يحوس عليه في الليل كنت نتفرج حتى أدخل عندي وخويا ترتق في وجهي هكا قال لي العشية كيف هتها هدري مع السيد اللي خدام عنده عرفتها باللي وصله لخبر قلت له هو هو اللي حبس عندي وسق ساني عليك قلت له ماما راح على بالي وقال لي اخر مرات تهدري معاها وهو راح اخرج بعدها بخمسة شين يوم كنت عند ابنت عميه وما سيكني غير ورانا جيت روحت هنا شفته وطالع يمشي وانا هابطة نمشي دارنا بقيت حايرة قلت هذا وش راح يدير هنا مستحيل يسكن في كارتي كما هذا طينا على حالة يسكن في حي راقي ايا انا هابطة هو طالع تلاقينا الوجه في الوجه عرفني اتبسم لي انا رجعت الابتسامة لح علي السلام رجعت له او راح كنت جمعة شايفوني كيه ترتمعه واحد منهم راح قال الخوية وزيد في الهادراكة دخل عندي خوية قل لي وش بينك وبينه قلت له والله ما بينتنا حاجة قل لي وش عنده هو ايدير هنا يا او علاه دايما تتلاقي بيه انت يا ومنه ومنه طاح علي بالضرب قتلني قتلني حتى دخل بابا فكني منه وبابا مسكين كبير في العمر خوتي ما يخافوهش خلاص قل لي كي يجي عيمات خوية الكبير انا هنا مت كلش كلش وعيمات لالا راح ولي خوتي كبرت الحكاية وفي الاخر اخطبني انا هبلت وما حبيت شكوت لهم ما نقبلش به كيفة ندي واحد كبير علي بزاف ويزيد مطلق وعندوز جولادة قالوا لي تدي بس يفعليك والناس راهي تقدر عليك وفضحتينا وكذا وكذا ومنه ومنه اراكم تعرفوا وانا خوتي له وكان يسمعوا باللي حكيتهم على واحد برق في التليفون يذبحوني محققين بزاف من الشي هذا توصل بهم حتى يقتلوني نورا مال كل ما نهدروا نقول ما نقبلش يطيحوا عليها بالضرب حتى هو مديني بالسيف مهم اعطاوني شهرين برق ويهزوا قلي مجي بيويل غرقش اللي تلبسيه وكانت ماما شريتلي كلش انا غنب كي برق كنت نحاول فيه بابا بصح الله غالب حتى بابا قنعوه قالوا له الطفلات فضحت وش كون رح يديها هو من خطبان ما شفتوش حتى ليلة الحنة الغاشي قاعد والعلوب اللي مانيش فرحانة كي جوهو مايحني ولي كي شفتهم هاك ذات بالحطة واللبسة زدت خلعتانا مليح مليح قلت انا كيفش رح نعيش مع هاذو شفت عجوزية جتسة المتالية واول مرة تشوفني على خاطر الخطبة داروها في الجامع برق حظنتني وبقى تشكر فيي الله يبارك الله يبارك شحل شابة وعيطت لونيدو وبنتو جاوا وخياتوا وانسا خاوتوا سلموا عليها كامل وحناولي وراحو خلاصت الحناة بدلت وقعت في بلاستي نخمم كيفش رح ندير وزيد ما نعرفش هذي هي الليلة الدخلة انا ما سقصيتش ماما وهي ما حكت لي ويلو كنت حشمانة منها نسقصيها الغطوة نظتنا رحت لحفافة واجدتني شوية وبعثوا لي روبا معلباليش اذا عندكم انتو متاني راجلي خلص لاغو بلاش ولا لا لا بعث لي الروبا كنت نشوفها غير بعينية جاوا مي خممت نلبس هذا الموديل كي كملت ولبستها ابقيت مشوقية في روحي الدارة جاوا حسنت روحي ايا نلبست برنوس تاحة وخرجت رحت للدار مي قلبي نحس بيها رح يحبس خلاص من الخلعة تمني تسرا كيش حاجة ويفسد العرس كامل ايا لعشية داني بابا وصلني للطموبيل ايا فتح لي الباب ركبتنا معه مالقدم ودي مارينا طريق كامل هويت كيف ما قلي حتى كل ماء وصلنا للاصل فتح لي بابا ابقى معي خمسة دقايق واخرج ما شيفش حتى وجهي على الاحداش جا داخل داني لوتيل كيف كيف حتى في الطموبيل ما هترش معايا دخلنا اللوتيل طلعنا لشمرات تاعنا دخلت انا وهو اراح ديه لكتل الدوش شفتو دامعه بيجامو انا بقيتها ندور في ذيك الشامبرة وشفت السرير شفتو هذك هكذا مستيكي بالورد والاقلوبة زدت مت بالخوف وليت نحيت انا برنوس وبقيت بالاغوب هذيك واقفة ونستنى فيه شوية واخرج القاني واقفة ابقى واحدة الخمسة دقايق هكاك وهو غير يشوفه معايا حسيت به باللي عجبته بزياد من بعدها امسحه على وجوه واستغفر قلي ارواحي اقعدي انا قاعدت على السرير وهو قاعدت فوق فوتهي قال لي شوفي بنتي على بالي يا زواج هذا ما كيش راضية عليه وما كيش قابلة وعندك حق وحتى انا منيش راضي وزواج هذا غير ظنوب مهم صرح اللي صرح من اليوم راكي في مقام ولادي ضحاء وانس وانا كيما باباك وانتي يا كيما بنتي انا بقيت غير نتفرج فيه ما قلت والو من بعدها قلي انا راني خارج وانتي يا روحي يبدلي به نتعش ونرقدو انا دقيقة هذيك وانا وليت لي روح خليت وخرج ورحت ناحية البيجا الروبا هذيك وديت بيجا ما مزي حطتها لي ماما في الفانيزة ما حويش ديتها دخلتها قالت دوش غير الجسم شعري ما حصلتوش البستها وخرجت وقيت وقيت جايب العشاء قعدت معاه انا ما كليت والو شبعت وحشمت منه رحت للفراش ارقت وهو قاعد مع التليفون شوية ودانين الغدوة صباح افطنت رحت لقيت وريقت على الفوت وليت رحت اغسلت وبقيت نستنى فيها على التسعة ناط سمعت ويهضف تيفون دخل عندي القاني فاطنة قلي وجدير وحاك ندي لحفافة او راح وخلاني نقطة نلبس بعيدة عرس لا لدي وش نلبس لا حساب خلاص دخل قاني لابست قلي ملقتي متلبس قل لما جبت معي وش نلبس سكت قلي هيا هز الفليزة وخرج رح للي الحفافة ساعة وكملت لي واجبت معي ملح فش وي لبست وخرج رح لدار الله يبارك قصر وقصر لقيت قاع ثم سلم علي قاع وتصدرت قلي من بعد تغدينا وابقت انا وماما نادر العشية ماما راح تروح بقينا ساعة ونبكي وهاك بس اتلقت ها اتخرج هي خرجت وانا حسيت بالغربة مشي بالغربة بركي يعني خلاص قلبي تقطع بقوا يحاولوني جاي شيخي بقى تبكي وشي خير هي تبكي علي يمها مساح دموع يمها وشهد البرح وعجوز تبوس في وقال لي انا هي يمك وشي خك هو بابك شوية بشوية نحالي هذيك الغمه تعشينا وطلعنا نرقده كتلعنا الداني لشومبر تعنا الفوق شومبر توقي الزوش نابر ومعها دوش قلت في قلب النسوي رحي يعيش للنحظة هذيك حسيت تعلم عيشته دخلنا هو راح دار دوش وبدل وانا دخلت الدوش دوش يعد غم نغسل برك البس بيجاما ديميمانج القيت ويستنع كافية قليل يوم تباتي هنا وغدوك يروح تحوش ترقضية وحدك ولا مع ضوحة وانس بات اخذي راحتك ضربوك والدموع والله يسيل وحدهم بقى يشوف ذرعية منه ومنه ومسح دموعي وبيسني على رأسي قلي خلاص ممكن لا تبكي انسي الماضي ذكرك معايا شوية قال انا خارج واحد الساعة ونرجع وانتي يا رقدي ولا حبي تفرج يتفرج هو راح وانا رقد وخلي المهم فاتت شهرين انا نرقد معا ضوحا وانس هو يخش الصباح ما يرجح حتى لا شي ساعت ما نشوف نهر كامل واذا تلاقي نسخ سيني واشراني وش يخص ني وخلاص ديجا هو ما يهضر بزاف وزادي يقلق بزاف انا نجنب وعجوز تيا وشي خي ملاح معايا حتى ضوحا ما تقول ما وانس يظل ثقف يعيط لي هم كل صباح انا وعجوز نتعاون وتعلم نتعاون وعشية كيف كيف وفي الليل نتفرج انا وضوحا مسلسلات وانس يلعب في الايباد التاعو وهذا وروتيني كل يوم بالجمعة ضوحا وانس راح وليم انا وعجوز وشيخ عرضت ناخته الكبيرة رحنا نتعش وابقينا صهرانين عجوز رقدته شيخية ثانية على خطر راح الحال هو ما زال ماجش وانا واخته وابنات ابقينا نتفرج شوية لقيتهم يتفرج في هذك اللي يلعب في زي الوان تع رعب اشباح وقيل اسمه فري فاير وقيل مش فيتش على اسمه وانا مستحين تفرج تع رعب رح يدينا القاه جوسي وشي خير يا قدين انا مازل سهرانة قلت لوقت وخليهم يباتوا وغدوة واربوحدهم قالها خليهم وإلهم ما نديها رحت معاها وصلنا للدار قالي انا نرقد هنا يا برك شمبرات تعال العجوز والشيخ بهم تخافيش وانت يا رقضي في شمبرات ضحى شمبرات تعال العجوز والشيخ خلاص قلت تعال الولاد هو تخل رقض وانا رحت لشمبرات تعال الولاد بدت تلبس لاغوب هذة خفيفة وتفلشت شوية وجيت نرقد وتفكرت لقطات تعد ذاك الفيلم مرعب وبقيت سنعز في الباب هكا ونتخيل في واحد جاء عندي وجههم عمر مهم لقطات اللي شفتم قاعد خيلتم عييت نرقد ما فقلت ولا غيا خلي انا رح نرقد عنده نص رحت عنده هنا طبطب تلبب لقيت ويتفرج قال لي وشكاين قلت له خايفة قال لي ما عليش نرقد هنا حس تفاجأ قال لي ارواحي ارقضي على روحك رحت نحيت لغطة تخلت وتغطيت وخلي تفرج مزي كأن بيناتنا مسافة عندنا حال الخوف رقدت وراقب وظلمة هذي ما يبين ويلو وليت نشوف غرم على الباب والتقا ونتخيل في واحد جاية يمشي عندي وبقد نتحرك هنا ونظر منه ومنه حس هو بي دار عندي قال لي وش بيك باباتي هادرها معي بنفس طريقة اللي يهدر بها مع أولاده قلت له خايفة قال لي من واش قلت له وتفرجت في المراعب فيها أشبح بزيف وخفت ما بغاوش يخرجوه من عقلي ضحك هكا من بعد جبدن نحضنه حط راسي لذراعه ووجهي في صدره وذراعه هكا ظهري وزيرني له قال لي رقدي دو نشوف أشبح هذو كيف هيجو عندك هنا جمت في بلاستي أول مرة ونكون قريبة من واحد لهذه الدراجة هو تم تمرقد بقيت نحس بأنفاس وفق شعري وقلب يخبط وريحته مع ريحة الدخان هذيك ولد ريحة سبيسيال وحضنه دافي لحمي شوق جيتني بدروحي هو حس قلي وش بيك تدحركي بزيف هكذا ولي ترخفت ناروحي وحطيتي ديا على صدره ورقت هو بسني على شعري وقلي ارقدي بنتي ارقدي ما حسيتش كيف ارقت نظر الصباح ملقيتوش جبت واحد الساعة وانا في فراشي نتفكر كيف ارقت في حضنه وحنيته من هنا تبدلت مشاعري من جهته واللي تنهار كامل وانا نستنى فيه يجي من لي يجي وانا نعز فيه كيف يهتر كيف يضحك حفظته حفاظه حتى هو وفق بهذا هو معلى بلوج بصحفة قلي كي كنت انا وضحة نتفرج حب اعمى وهي تحب تتفرج زي الوان قاتلي دلي زي الوان ولا نقول البابا دي تي بار فات تاعو قتل قولي له هو كان قاعد مع يما في الصالو عايت له بابا بابا جال قنا ما زلنا نتنقرو هكا قنا واش بكم راه ديت البار فات تاعك وراه محطوطا في القجر وقالها هي مرتي ولي تاعي راه تاح وشاف معايا وقالي اديها بصحتك وخرج استغربت انا اول مرة يقول مرتي مهم ابقينا انا وياها هي تتفرج شوية من بعدها نتفرج انا شوية ورقدنا هكا الغدوة على الخمسة تاع السباح حكمني وجاعة خفيف تال يا غاقل نصف تنا رحت ندير تيزانا حتى يجا ورايا هو القانية ثم صبح علي قالي مالك بكرا قل شبعت نو برك نصف بكري وشاف مع تيزانا قل جد في بالي برك قل مالا دير لي قهو مع ك نشرب درت لو وقعت تنا مع قل وش ركس فراك رك مريضة وحط تهلج بجبه قل لالا ما بي والو حطيت القهوة تاعه وانا ديت تيزانا تهي وخرجت سربت ورقة من بعد فالنهار تزد علي الوجاعة وتنقص قل لضحى اذا عندها دواء قتلي ما عنديش بقد غنت لو انا في الفرش وقت لاشا جا عندي جوزة قتلي نوضي تتعاشي قتلها شبعانا ديلي لغفتي زانابرك رح تديلي شوية ودخل هو عندي القاني هكا كمنا في الفاروحي في الغضاء وديري وجهي للحاق ونبكي جا قعدت الراسين حاليا الغضاء قل لي ويش بيك على هرا كي تبكي هكذا قتلي ويلا قل لي من صباح معجب لقيت كرشية حط يديها كعلى يدي قال لي بيك لغا قل انا دخلت في بعض احشمت منومت ما قلت ويحس بيحشمت قال اه ادري ما تحشم مني بنتي قلت له ايه قل ادي السبيطار يديل لك يبرا ملت ناكك بالبيجاما درت غيفي تطويلة ودرت خيمار لبست بليغة وروح اتجاه حالتي ما تسمح ليش بها نوض ناصل ونبدل اعيد نوقف من وجه هذه وصلنا السبيطار درت لي برا وكان جينا راجعين كقلية وش نجيب لك تاكلي راكي مكليتي والو قل له شبعانة قل وش كليتي حتى راكي شبعانة دو نجيب لك حاجة خفيفة تاكليها راه راح تعلي عنهم راح اعلي لك اي با با مكتل قل لك قال اذا اعلي كلي راه راه تعلي البلودة نظ جبت جزوال واتق راه راه ان كان يعلي غط صغير اعلي كلي سخونة جمال عيط اليمة جبت لي الدواء شربتني وقال لي هيا اطلعت رقدي عندي فوق انخاف تزيد تطلع لك السخانة وما نشوفكش والتي تطلعت لها معها رقدت في جهة وجهة قلت لكي رقدني في حضنه كيما البارح مي اعطاني بظهره ودور وجهه لهيه مع الباليش على العراني قاتل رقد في حضنه هو رقده انا ولي تقربت روحي له حسبي دار عندي قد دوكي حظني مي بقاري قد على ظهره ودار يدو على وجهه ولي تحسيت انا حتى ما في روحي عليه ايا دورت بظهري وخليته قلت مدام ما هوش حابني خلاصة من كلان حتى مروحي عليه اول مرة حسيت روحي الخيصة جميلة